كان الأسبوع الماضي مليئاً بالأحداث المتسارعة بدءاً من ظهور جماعة سياسية جديدة معارضة وعرفت باسم حركة رفض وانتهاءاً بخروج الآلاف في تظاهرات احتجاجية حاشدة شملت إضراباً عن الدوام في بغداد والمحافظات للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين وجعل المخصصات المالية متساوية بين جميع الوزارات وأطلقت حركة رفض من قبل مجموعة من النشطاء والشباب وخلال أقل من 24 ساعة انضم إليها المئات من أنصار التيار الصدري ويقول القائمون عليها إنها تهدف لإنهاء سيطرة أحزاب الفساد على مقدرات البلاد وأيضاً إنهاء التفرد بالسلطة صحيفة عكاظ السعودية أشارت في تقرير لها إلا إن حركة رفض تقاد سراً من القيادة الصدرية وتفكر في خوض الانتخابات القادمة وهو ما بدأت تلمح إليه أخيراً وربطت الصحيفة ظهور الجماعة السياسية الجديدة بالتزامن مع عزم مقتدى الصدر حصر أعداد منصريه من خلال إعلانه عما يسمى وثيقة الدم التي كتبت بخط يد الصدر نفسه وكان الأمر اللافت تفاعل أنصار الصدر الذين نظموا تجمعات للتوقيع بالدم على الوثيقة التي انخرطت فيها شخصية غير صدرية وتوقعت مصادر مقربة من الصدر أن يصل عدد الموقعين على وثيقة الدم إلى حوالي ثمانية ملايين شخص على الأقل واعتبرت أن طرح هذه الوثيقة يهدف إلى عادة بنية التيار الصدري حتى يكون جاهزا لأية فعالية سياسية أو احتجاجية قادمة ويرى مراقبون أن سلم الرواتب سيكون القضية التي ستحرك الشارع خصوصا وإن هذا الملف مدعومه من التيار ولكنه مرفوض بشكل قاطع من الإطار التنسيقي الذي يعتقد أن القانون الجديد إضعاف لسيطرته على الدولة ترجمة نانسي قنقر